السلام عليكم و شرحكم و شرحكم و شرحكم بخير جيت ندير معكم الحلوة و الديكور اللي راهو دايا الحالة في المواقع التواصل الاجتماعي جيت ندلكم القاطو على طريقتي يعني جيت ندلكم وصفة خاصة بأكيد نمسح الديكور هذا بزيف شباب راهو دايا الحالة و حبيت انا تاني نديره لكم و انتمنى تجربوا هاد الوصفة تديروها في العيد ان شاء الله هاد عيد راهو قريب على بلية راح تعجب ضيوف تاكم كامل راح كما يقولو جيم بسس بزاف الشكل تاعو شباب والذوق تاعو اكثر من رائع كما لكم تشوفو هادو صابلة وبين بله شيش و فيه طبقة على الكريمة و فلوس محشي بالشوكولاتة تبع معنا طريقة التحضير والمقادير بالنسبة للمقادير عندنا زبدة نشري تلك الزبدة الكبيرة باش ندر بها لقاتو تالعيد ان شاء الله نحن بدلكم للكم منذ كام بنديرو شوية اليسارين بدنعود نولو بيانسيو لحلوة تالعيد عندي زبدة الرابعة ملعقة صغيرة مع مرأة تاع الكاكاو زبدة الفول السوداني تاع راسيم تاع الكاكاو زبدة الفول السوداني تاعيش حبيبات ننصحكم بها بزفزف عندي ملعقة صغيرة فانيليا رشة تاعيش تاعيش ملعقة صغيرة خاميرات الحلوية وفارينة باش نضموا الخاليات نوزن كما راكم تشوفوا 200 غرام المارغارين هادي كما تقلت لكم ديجا هادي زبدة مخلطة بالمارغارين احتاطي الضوء رائع والصابلة تاعكم يجيكم على حبة ما رحش يجيكم حبة كبيرة احبة صغيرة ما رحش يتقلص في الفرن برك الزبدة كما راكم تشوفوا في فصل الشيتاء الزبدة تكون باردة نضرب الزبدة مع السكر باردة في فصل الصيف لا تحتاجوا تخلطوا المكونات بيديكم تخلطوا الزبدة مع السكر الناعم بالباطر الزبدة 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 كامل المكونات كامل مع بعض نرمي الكاكاو ونرمي الخميرة والملح كامل المكونات 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 الزبدة الزبدة نضرب الزبدة الزبدة ونضرب ونضرب كامل ونضرب الزبدة ونضرب 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 المكونات حتى نتوقف كما كشفتوا اني بريت لكم بليستدرت كامل المكونات حنتوقف ونكمل طنبي كما راكم تشوفوا نبقى نضيف الفارينة بشوية حتى نتحصل على كرة ما تلسقش في يدي وبيل كما راكم تشوفوا كبلا وتزلق لكم الفارينة يعني تكتروا الفارينة الأسانسيال تحسو بلي هذي كلابات راح يتنحات سابوم وما تحتاجوش للطيف والفارينة باش تنحوها من يديكم واللاف من هذك الريسيبيون يتكونوا طمي توفع هنا نضمنه بالسابلة موش راح يحبط في الكوشة وراح تجينا الحبقة قد خدها نضم فيها بيان بعد نضعها في الطابلة ماشي نعجنها نضم فيها نفتحها من خليلات ماتروبوزي وهذا هو الطابعة طابعة العين تقدروا اي مولة عندكم راح يجيكم شباب اي طابع تقدروا تقدروا اي مولة نضم في سطح العمل ونفتحوا العفاة الدعناء على السمك شوفوا دلوها متكون خشينة بزاف متكون الغيقة بزاف الفون تاع يعني دلاته يسخل من قبل لازم يكون يسخل مينموم 15 دقيقة باش الصابلة تاعكم يخرج لكم شباب وما يدوب لكم بسكوا علاش انا ضفت سراع اللي حكا نزرب ننسى الكوشة نزرب نحط الصابلة ببلا ما نكون سخنة الكوشة هذيك وشي يسراب الحبات صدقوني الحبات نحسو مهبطو شوية مليكوتيك شو تقوصو لي شوية طاخ كون خصني ودوز ياملي كون ديجة كوشة تكون سخونة ريبوري والفورمات تاعهم تبقى شيدا روحة ماتين درجة ماتين درجة طيبتو غرم تحت ماتين درجة بل تحت قطب لكم يخط لكم حوالي 15 دقيقة واكيد كل واحدة والفرن تحت انا مانغلط تحت واحدة كتشوفوا هذك الصابلة تمسوه تلقاه ونشوف بياه من الفوقها سربون بسكرا بلي بلي الصابلة كيكون فيه شوية الكاكاو الناس ماتفقلوشي لا طبع منه تحتها ولا لا لا. وكي طيب لصقت واحدة مع واحدة مشي حطيت كي ما يقول وقصت واحدة مع واحدة. وراح تنوجد الكريمة التاعي. اللي راح للصق بها السابلي. هاولي كل اللقات وتاعي. شوف وجه كامل على احبة. بنسبة لك هام بتاعي وش عندي? عندي نفس هديك زبدة الفول السوداني اللي درناها هديجا في العبار تعراسيم. وعندي مي وستين جرام تاع السكر ومي وستين جرام تاع آآ الزبدة. تقولوا دلو مي وخمسين مي وخمسين مشي لازل مي وستين انا قد قوم مش حل درت بسكو علاش كي وزنت الزبدة كانت مي وستين. مي وستين جرام سكر قلنا. مي وستين جرام مارغارين بني مستحسن تكون مارغارين اوبلين بش ما تعطيكم مش ارير قو. اوبلين بالعكس فيها قوة على فاني ما فيهاش هدك الارير قوة آآ الزبدة هديك. توجون فلو ندروا بها الكريمات ذوق التحاء ما يجيش بعين. ونضيفو اكيد نكمار ما نخلطوهم مع بعض. راح نضيف زبدة الفول السوداني. هنا نسيت ما راح للمقطع اللي كنت نقطع في زبدة ودتها مع السكر. نخلطو هادوك المكونات مع بعض. يعني الزبدة والسكر. ونضيفو عليهم زبدة الفول السوداني. ندروا حوالي ملعقتين كبار. عادت ملعقتين بعد ازد. بس بي انا حبيت لو يقو يجي باين تع زبدة الفول السوداني. اون فلوس حبيت هاد جريلي كما نقولو شوية القاوة. ماشي بزاف جاري. اتنسيون نحن نضيفها كجدار. اولا كريمة. نبدلو شوية من شوكولة. ثانيا كجدار باش ما تخرج ليش شوكولة تارتيني. وعذرا الاسوات اللي راهم في الخارج. يعني غلق على تاقلم يبسا حي دخل دخل الاسوات. شوفو رو ماركو بليزت شوية. دوما ديرو دوقو. سيبون هالك الكريمة تاعي. اسهل منها ما فيش. عملها في العبو شادوي. راح نلقاتو تاعي بريفيريت ان نفوريه بلاباتا تختيني نواغ بتاع تزيرية. نعم راح لابو شادوي راح ندرها في وسط الصابلة. انا عمرت بزاف لابو شمبعت تيك فلافنا اللي قعد لي عاو ترجعته داخل بلارة. هاد لاباتا تختيني النواغ بجي نقطة شوية حلاوة ما فياش ديك الحلاوة اللي تراه. وفيها لمعه بزاف شابة. وكتوفو من في الصابلة داخل مرمق طاعتوه كامل. بقا تذيك لاباتا تختيني تلمع بينه. صاب لي هادا بزاف شباب نسيت ما قد لكمش هالي يخرج لي محبا صاب لي هادا يخرج لكم حوالي ثلاثة وعشرين حبا حتى خمسة وعشر حبا ماكسيموم. يعني حبيتو ديرو خمسة حبا دوبلي اكيد كما لكم تشوفو الطابعة هذا الله يبارك كبير. سما اذا حبيتو كمية اكبر انتو ما الدوبلي وانا نقطة لكم. كما راكم تشاهدو داتو هكا في الليكوتي وحشيتو في الوسط باللاباتا تختيني تعزيريه. وراني الليسي في الليكوتي تحبو تليسيوها بسباتولة صغيرة ولا تليسيوها بالموس بالضهار تعل موس لازم نسحقوها عكام الليكوتي. الساب لي بتاعكم يخرج بزاف شباب كي تليسيوها باللاك خام مليكوتي يجيكم فيني. شوفو نحن نعطيكم زوج طرق تحبو تديرو هاديك الريشة بالبعجينة السكر. اي تتبعوا واجدة تعبلوا بيد هادي يام سبوها وكلش. وهو لك المول المول اللي هو دير حالة. الوسطانية هي اللي راح نديرو بها. دوك نخدم لكم تشوفو باللي. باللاباتا سوك و لاب الشوكولات راح تخرج لكويلر كيف كيف. وراح يخرج الموتيف كيف كيف. دوك تسمنتو ما ووش تحبو. يعني حبيتو ديرو بلاباتا سوك انا بوغ موا. الباتا سوك اسهل. بس كيف تقدموا بالحبة وديرو في الكنجيراتور. بعد الناس اللي تختم الطرابية تسمحوا لي انا بوغ موا هادا امر متعب جدا. سوك بلاباتا سوك خمتو ما قاعدين في بلاستكم وراكم تتطبعوا في الاشكال. الطريقة التانية على الشوكولات راح نديرها مور من دوء بشوكولات يعني ما درتهاش دوكة معاكم في هذا دوكة. ما درت هاك غن دوء بشوكولات نروح نعمرها في في هاديك القراءات على السيليكون ورليكم كيفاش تديرو بالنسبة الناس اللي حبت تديرها بشوكولات. هاوليك الموتيف شيفوا يخرج شباب هاي البلاباتا سوك تاني. عندي هادا الناك خيم على اللي كيت تعو. اما يتباعوا كما يقولوا ماش غير هاد الماركة كانش حملة ماركة. وكين حتى الواجد الليك القراءات على ماجيك كيك راهو يتباع واجد يعني مخلطوا كل ما ديرو انتو ما وش حبيدو. نمسح هادا دكتور قيستو هادا يلاك ولي رتعو صراحة بزاف شابة. ديرو شوية بودرة شوية ليكيد وتخلطو. بعد وش تيروتو سواء ديرو غير ليكوتي هادو كلا ديرو غير ليكوتي هادو كلا ديرو غير ليكوتي وهذا كالخط الرقيق اللي يجي فلوس. نمسح انا على حسب وش شفتو جبلة ربي. كيد ديرو غير ليكوتي ليكوتي شباب خير. شوو حكمو غير ليكوتي ببنسو يكون رقيق. فعلا نكملنا الريشة لو كان روح ندوبو الشوكورة بالنسبة لشوكورة انا استعملت لصافي غنوازت. جني اللون تحا يشبه اللون تحا ديك الريشة. راح تحتاجوا لو كان ديرو الريشات بالشوكورة راح تحتاجوا زوج ولو كانت ديرو يعني راح تحتاجوا يعني بطا وحدة يعني بطا وحدة تقدروا تقلاصوا بها هذيك الكميات عبتها لكم. بتاع الصابلة تكفيكم يعني تكفي وتوفي شوفوا العكولها كيف كيف. بس كيحنا اصلا راح نزيدو لها شوية الزيت باش يعطينا اللمعة اكتر. نقبحها ونا راح ندوبها في حمام مائي ولا في الميكوروند كي ما حبيته. انا دوبتها وبعد راح تعملت هذيك القرية عا شوية. قد لكم باش ندير الريشات انا علاج لكم برش برش باش نوري لكم الشكل كيفاش يجيب بالشوكورة بس وكاين هاد الموضة كاين يديرو بالشوكورة كاين يديرو بالعباطاسوك. مبعدة كلي قاعدت لي اللي راح نديرو بالمولتع السيدي كو مدتلاش الزيت. واللي راح نقلاسي بها اكيد راح نديرو هالزيت قد لكم باش تعطينا اللمعة شابة لقاطو تاعي. وباش الشوكورة جيني شوية خفيفة ما تقعد ليش تقيلها بززر. على. حتي تعافي طبصي باش نرفضها فاسي لما. ولازم يكون عندكم كيرضون باش هادو الزاوية اللي ما يلحقش لهم. تمشيوهم انتو ما. وتحطوها واحد ازوش تقايق ولا تلت تقايق تجمد لكم. وستنحها بكل سهولة اكيد. شوفو. شوفو هم جاو يتشابهو بيناتنا كيته على باطاسيو كيته الشوكورة. راح نضيف الزيت راح ندير حواليه تلت مغارف كبارت على الزيت. نخلط بياه ونقلاسي لقاطو تاعي. راح نوجد الكاكاو قدامي كاكاو ماغون. ماشي نواق. الصفايا. هذا بصفايا على حديد عادي. وراح نقلاسي لقاطو تاعي. وكل ما نقلاسي ربعة ولا خمسة حبيت. راح نرش فوقهم الكاكاو يعني ما تخلوه حتيين شيف لازم يكون شوكولة ما زال ما نشفت. باش هادك الكاكاو باش نفهمكم. باش يقولوا عندي واحد نقاطين واقع كي يجو مخالفين على اللون. تعال. تعال شوكولة. وباش يلسق. باسكوا علاش لو كنت خلوه حتيين شف. هادك الكاكاو كون توشي و هبيت ديكم ما راح يتفاصل. والشكل تاع الحبتها الحلوة تاعكم ما راح شي يجيش بعد. سما قلنا نخدموا بربعة خمسة حبات. نرشو عليهم شوية آبين من كتروش يعني ما ندلوش بزا بزا الكاكاو. ودوكوا تشوفوا الحركة كيف اشتر تاعها. شوية بخبطة هكا واحدة زوج بالعقل. بعد كي نشوف لكم السابلي باش تديرو هاد الحركة برصة ان تكون قيادة الحلوة سبيسيال. روحوا تديروها في هادك الضوغي اللي كنا ندرناه ديجا في الريشة. وترشو بهات الطريقة. انا كنت مبنت في السنوة ولا بيها قطعة المقطع ما كملتوش. قدرت حكا ترشو من بعيد. ومبعد عتيك تروحوا تديرو شوية شوية شوكولة وتلسقوا هادك الموتيف اللي خدمناه مقبل. ولي قطو تعكم ما راحوا واجد. اسهل منه ما فيش. حتى بخيزون طابل. تقدروح تديروها في الحلوة على العراس. راح تجي آآ شكل التحاء. فخم شباب. ولي قطو تع الشوكولة معروفين باللي هما المحبوبين كامل. انا وحدا من الناس ما كتبش عليكم نفضل قطو تع الشوكولة سواء في البناء ولا في الشكل. وصلنا نهاية الفيديو. كما راكم تشوفوا القطو تعي درتو في الكيسات معرو نميرو ويت. ودرتلو كيف كيف دون تلتحهم نميرو ويت. القطو تعي خرج شباب ما شاء الله. انتمنا تجربوه وتخلو لي تطبيقاتكم. ويا درتوه للعيد اكيد ان نفرح بزاف. وخلو لي تطبيقات تاعكم في القلوب بتاعي قطو شساغا. وحبي تاني نبروفيتي الوكازيون قولكم لي ماشي مابونيني في الانستاقرام. يكتب صارح ناش في الانستاقرام. او يخرجوا الانستاقرام بتاعي. يعني مين داك مين داك ونحط لكم الاستوري. قصدت لكم باش شوفوا القاوة متاع الحبار. اللموز يدخل وحده ووحده. شوفوا كيفاش يدخل الموز. الفاسي المو. القطو تعي هاولي كيفاش جا من الداخل. وقلت لكم شوفوا شوكو لكي باش تقعد تبريي. قولكم تهلا وبزافر واحدكم. شوفهم ان شاء الله في فيديو جديد. او وصفة جديدة وقطويت جديد. السلام. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة